اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فاسأل الله تبارك وتعالى كما جمعني وإياكم في بيته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع رسول الله والله يا أحبابي اخواني في الله أنا الآن يعني في حيرة من أمري ماذا أسمي هذا اللقاء هل أسميه أحباب إخواني في الله وداعا مع إخواني وأحبابي أم هم أسميه أحباب إخواني في الله وتعاونوا على البر والتقوى ولكن أفضل ما يكون أن أقول أوصيكم ونفسي أو أوصيكم ونفسي أوصيكم ونفسي أوصيكم ونفسي هذا هو عنوان هذا البيان وهذه المحاضرة أوصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين إياك أن تتعرض لغضب الجبار إياك أن تتعرض لغضب ربي جل جلاله الله حليم الله حليم ومع حلمه شديد العقاب ومن جود ربي وكرمه وحلمه أنه لا يفضح العبد من أول مرة يترك العبد مرة واثنان وعشرة وعشرة ربما يصل إلى المئات والله يتركه بحلمه بحلمه لأن بعض من الناس من يظن أنه إذا ما فعل المعصية ولم يراه أحد فقد نجح لا والله هو راع الخلق ونظر إلى الخلق ونسي بأن الله يسمع ويرى أن الله يسمع ويرى أوصيكم وأقول لكم أن الحساب يوم القيامة يكون بالصوت والصورة ترى نفسك وتسمع نفسك ترى أفعالك وآخر سورة لك في الدنيا هي التي تقابل بها الله رب العالمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات على شيء من بات على شيء بعث عليه بعث عليه حينما يقف الخلق يوم القيامة بين يدي الله رب العالمين يروى أن أم عائشة قالت لرسول الله قالت يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة هل تتذكرني يوم القيامة وأنا حبيبتك يا رسول الله أنا عائشة هل تتذكرون أهليكم قال لها في ثلاثة مواطن لا عند تطاير الكتب أنت مشغول بكتابك ربما ابنك بجوارك وكأنك ما رأيت وربما يكون زوجتك أو والدك أو والدتك ولكن أنت مشغول بكتابك في تلك اللحظة لا ينفع أحد أحد الخطوة الثانية أو المواطن الثاني عند الميزان ميزان الحسنات وميزان السيئات ميزان دقيق للغاية لا يترك كبير ولا صغير إلا وأحصاها وترى المجرمين يومئذ مقرنين يأتي المجرم يوم القيامة وهو مقرن وكذلك يقول المجرمون يوم القيامة عند الميزان حسناتك سيئاتك ومشكلك كم مرة تأخرت عن الفجر شديقه مكتوب كم سنة ضيعت الصلاة مكتوب كم مرة سمعت حي على الصلاة قلت لا حي على الصلاة كم مرة سمعت أن النبي يكره الغيبة وأنت تحب الغيبة في تلك اللحظة الله تبارك وتعالى يصور المشهد يقول بأن المرأة الحامل يوم القيامة انظر إلى خطورة وإلى صعوبة وضع المولود تصرخ المرأة من شدة الألم ولكن يوم القيامة يسقط الجنين من بطنها بدون أن تشعر ثم هذا المولود والأطفال الصغار إذا ما رأوا العذاب ورأوا أحوال الناس وأحوال الكرب إذا بالولدان الأطفال يشيبون نعم يا أحباب إخواني في الله أما الموطن الثالث عند المرور على الصراط إن مررت هنا إن مررت هنا في الدنيا على صراط قال الله وقال رسوله فاعلم أن الصراط يوم القيامة أوسع مما تتسور تسير فيه بفضل الله من أول من يسير على الصراط من؟ الله أكبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من يجتاز الصراط أنا وفي رواية ومعي فقراء المسلمين فقالت أمي عائشة يا رسول الله لا تذكرون أهلكم قال لها لا يا أم المؤمنين فاستعد أنت واستعد للقاء الله رب العالمين هل تحب لقاء الله هل تحب لقاء الله؟ ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم من الناس من يحبون لقاء الله إن أحببت لقاء الله اسمع جيد أحب الله لقاءك الله سبحانه وتعالى يحب لقاءك يحب أن يراك وأن يلتقي بك وهناك من يكره لقاء الله يكره لقاء الله طب وهل لقاء الله بالكلام؟ هل تعريد أن تعرف أنت تحب لقاء الله أم لا تحب لقاء الله؟ انظر إلى نفسك حينما تسمع قال الله وقال رسوله هل أنت فعلا تسير على ما يحبه هو في الدنيا لا ما تحب أنت أنت مشكلتك مع نفسك مشكلتك مع نفسك أنك دايما وأبدا تقدم حبك لنفسك على حب الله إن سمعت في صلاة الفجر حيا على الصلاة الصلاة خير من الناوم الصلاة خير من الناوم قلت أنت بلسان حالك وبلسان الواقع لا النوم خير من الصلاة والله أحبابي إخواني في الله على موضوع صلاة الفجر قصة في إحدى الدول أن رجل دايما وأبدا يتأخر خارج البيت نعم وكانت زوجته زوجة صالحة هذه الزوجة الصالحة دائما وأبدا تذكره بالصلاة يا فلان صلي يا أخي أما تسمع حيا على الصلاة حيا على الفلاح إحبابي إخواني ما معنى كلمة حيا على الفلاح أي حيا على الفلاح أريد أن أسمع منكم أريد أن أسمع منكم ما يعني حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح ما حيا على الفلاح تعال للفوز تعال للفوز تعال للسعادة تعال والله العظيم حتتعب أقسم بالله العلي العظيم لن تجد السعادة أبدا إلا في طاعة الله ألا أخبرك لماذا تستيقظ في الصباح وأنت مهموم لأنه ما كحلت عينك ببيت الله في أول الصباح أريد منك شيئا أن تترجم هذه الآية وتضعها أمامك حينما تفتح الباب باب بيتك وأستحلفك بالله بعد البيان أن تعيش فيها وأن تذهب إلى بيتك ألا وهو قول الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعما قال رب لما حشرتني أعما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى الله العظيم أحبابي أقسم وقل لا لن تجدها أبدا السعادة ما تتعبش نفسك إلا في ضاعة الله أدرك الموقف وأدرك نفسك قبل أن تأتي إلى الله رب العالمين وأنت عاجز قبل أن يبتليك بمرض يقعدك في بيتك الواحد فينا في ساعة المرض يتمنى أن يذهب إلى المسكد ودع لنا عم الشيخ عم الشيخ والله نفسه وحصل لزي الناس وسبحان الله رب العالمين لما ربي يعافيه ويزهد عنه المرض يعود كما كان والله في مرة يا أحبابي أخوان وأنا في القاهرة ذهبت إلى مععاد الأورام وكنت أتخيل أن مععاد الأورام في قسم هناك للسرطانات قسم فقط وما كنت أعرف معنى كلمة مععاد الأورام أحسبك أي مستشفى أقسام قسم للمسالك البولية قسم بطناء قسم فلما دخلت وأنا على البوابة ودخلت خطوات وصعدت على السلالم وإذا بشاب ما شاء الله رب العالمين له بشرة جميلة نحيف الجسم وهو يصعد على درجات السلم ولكنه كان يرفع رجل فقط يقفز بها قبز ويجر الثانية يقفز ثم يأخذ نفس ثم يواصل ثم يتوقف ثم يواصل وكنت لامسه الباب أبيض وكان معي صديق نعم يا أحبابي أخواني في الله فقلت له أخبرك كيف حالك هل أنت أتيت لزيارة هنا ما كنت أظن أنه مريض يعني هو إنسان قلت ربما يكون أعرج وانتهى الأمر وإذا به يصعفني بعدة كلمات جعلتني أعرفت من أنا قال لي عم الشيخ أنا هنا منذ ثلاث سنوات في كل سنة يقطعون قطعة من رجلي منذ ثلاث سنوات فما كان مني إلا أن فشرت من البكاء قلت أي نعمة نحن نعيش فيها إن لم تستخدم صحتك في طاعة الله تستخدمها في طاعة من إن لم تذهب على قدميك في صلاة الفجر تذهب إلى من وتلتقي بمن أبدا حبيب أخي في الله عليك بحبيبك حبيبك والله لا يحتاج منك شيء أقسم بالله أقسم بالله لا يحتاج منك شيء هو يريد أن يعطيك كل شيء فلا تبتعد عنه ربما تنتهي من المعصية بسبب الأطباء كمثلا إنسان يدخن نقول له يا أخي التدخين حرام عدد هذه السجائر سوف تكون عليك يوم القيامة سيئات ربما تشرب علبة أو علبتين في اليوم يقول عم الشيخ ادعي لله يرضى عنك أسأل الله أن يتوب على جميع المدخنين قلوا أمين أمين يا رب العالمي نعم اسمع نذكره دائما بالله ولكن يا أحبابي إخواني في الله إذا ما أصيبت الرئة بمرض الرئة الرئة التي ما خلقت إلا لأمر واحد تستنشق الأكسجين ثم تخرج منها ثاني أكسيد الكربون لا لتستنشق النكوتين سبحان الله رب العالمي إذا قال الطبيب حبيبي فلان أنت الرئة قد أصيبت بالمرض طب وماذا أفعل يا دكتور يقول له بطل التدخيل يقول له من الآن يا دكتور يقول له من الآن يا دكتور سبحان الله رب العالمين استمع إلى كلام من لا ينفع ولا يضر و أعرض عن من ينفع و يضر فعش بقية حياتك على ما يحبه حبيبك أقول لك في آخر الكلام حبيب أخي في الله السعادة في الدنيا كما قلنا أنها في طاعة الله ربما تقول عم الشيخ أين هي السعادة أنا ما معي يا عم الشيخ لا أجد عملا وربما يمر علي الشهر و أنا أقول متى ينتهي أقول فتش في نفسك تجد نفسك أغنى أغنية إلا كيف ذلك كم تدفع لو فقدت البصر حتى تشتري البصر كم تدفع و معك مليار بوين تدفع و المتدفع أنت معك ما شاء الله لو فقدت حبيب أخي في الله السمع اليد الرجل سبحان الله رب العالمين الآن الناس يبحثون عن ذرع الرأس ذرع الشعر كم تدفع و يعودوا إليك شعرك just in order to get their hair back كم تدفع كم تدفع كم تدفع بحال الله رب العالمين أنت غني أنت غني بالله أنت غني بالله وأفقر الناس و أنت غني بالله نعم يا أحبابي أخواني في الله فالسعادة يا أحبابي أخواني السعيد فعلا الذي تلتقي يده بيد رسول الله في الجنة قيل أنه يؤتى بأسعد أهل الأرض ما شاء الله في كل عام يغير السيارة وأرصد في البنوك وبدل البيت إثنان وثلاثة ويأكل من طعام الأرض مر من فرنسا مر من أمريكا مر من إنجلترا يأتي له الطعام من كل مكان وليس عنده مرض ومتزوج أجمل النساء ولكنه ما عرف الله ما دخل الإيمان قلبه يؤتى به فيغمس في نار جهنم غمسة واحدة غمسة واحدة ثم يسأل يقول الله له عبدي هل مر عليك نعيم في الدنيا انت شفت النعيم يقول له وعزتك له يا الله ربما عاش ستين سنة وهو في النعيم في الدنيا وبغمسة واحدة نسي زر ويؤتى بأبأس أهل الأرض أفقر أهل الأرض الذي ربما ما رأى اللحمة ولا الدجاج إلا في الحلم يؤتى به ولكن قلبه معمر بالله فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيسأله ربي عبدي هل مر عليك بؤس لا وعزتك الله العظيم ما شفت الفقر أبدا نعم يا أحبابي أخواني في الله فأحبابي أخواني في الله السعادة أن تلقى كتابك بيمينك وتنادي بين الناس أرض المحشر تقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية الثمار النعيم السعادة أن يقول لك أنت في الجنة في الجنة يوم يسمى بيوم الجمعة يوم يسمى بيوم الجمعة ينادى فيه على أهل الجنة أنخرجوا إلى الله رب العالمين فترص أمامهم المقاعد التي يقعدون عليها متوجه باللؤلؤ والذهب ثم إذا ما جلس كل واحد في مكانه أسأل الله أن أراكم وأن تروني إن شاء الله في هذا المكان أسأل الله سبحانه وتعالى ثم إذا ما جلسوا إذا بربي جل جلال ينادي جل جلال ينادي الله يقول لهم يا عبادي هل رضيتم عني هل رضيتم عني قلونا يا ربنا لما نم نرضى عنك وقد أدخلتنا الجنة وأجرتنا من النار يقول لهم سلوني عبادي سلوني عبادي ماذا تريدون اليوم يقولون ربنا ما نريد إلا أمرا واحد في نفس واحد وبصوت واحد ربنا أرنا وجهك ننظر إليك يا الله أرنا وجهك وجه من؟ وجه من؟ وجه من؟ الله 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 الكريم الجليل الحليم الستير أرنا وجهك أرنا وجهك أرنا وجهك أرنا وجهك فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله رب العالمين يارب أن نكون منهم يا رب العالمين ثم أوصي إخواني وإحبابي الذي أقسم بالله العلي العظيم والله وهي أخي الليلة هذه الليلة والله العظيم إن تلك الأيام إنها لمن أسعد أيام حياتي أقسمت بالله نعم يا أحبابي أخواني أنت لا تعرف طعم الدعوة وأن تلتقي بأناس جدد تذكرهم بالله وتردموا على عيونهم طعم لا يوصف فوصيتي لأحبابي أخواني في النها فوصيتي لأحبابي أخواني في النها أستحلفكم بالله العلي العظيم ووالله لأسألكم عن هذا السؤال يوم القيمة أرجوكم يا أحبابي أخواني أرجوكم يا أحبابي أخواني أحبابي أخواني في الله ثم آخر كلامي أقول شكرا لإخواني وأخواتي أشكركم على ما قدمتبوه فعلتبوه معي من الحسن المعاملة شكرا أشكركم واحد واحد وأسأل الله أن يجزيكم الجنة وأن يبارك فيكم وفي أولادكم وفي أموالكم أشكر كل من تمسم في وجهي أشكر كل من جعلني أخا له وأشكر كل من جعلني ابنا له أسأل الله أن يجزيكم عني خير الجزاء لأنه ديما الغريب يحتاج إلى من يأخذ بيده موسى عليه السلام كان في عهده رجل هذا الرجل كان عاصي لله ما ترك معصية إلا وفع لها ما من معصية إلا وفع لها فقال له موسى عليه السلام أخرج أخرج من القرية إنت ما تنتهي عن المعاصي فخرج هذا الرجل من قرية إلى قرية إلى أن أدركته المنية في الصحراء ودخل في مغارة واشتد عليه المرض وإذا به يعلن التوبة لله رب العالمين ياربي توبت إليك يا ربي أستغفرك يا رب والله حليم الله حليم مهما فعلت من الزنوب زنا غير زنا قتل أيا كان توب إلى الله رب العالمين فلما كان في الغار وتوب إلى الله رب العالمين قبل الغرغرة ثم إذا به يقول يا الله أنا اليوم أموت وحدي أهل لو كان هناك والدي عند رأسي لو كانت أمي معي لو كانت زوجتي معي ثم أخذ يبكي وإذا به وهو في سكرات الموت بالرؤوف الرحيم هذا الرجل يفتح عينيه فيجد عن يمينه والده والدته ووالدته وزوجته ثم إذا به الرجل يفرح فرحا شديدا أنه في آخر سورة لو أنه رأى أهله ثم يموت وإذا برب يقول لموسى يا موسى اذهب إلى مكان كذا في مغارة كذا سوف تجد ولي من أوليائه وصل موسى عليه السلام إلى المغارة ودخل آية فيها وإذا به يجد نفس الشخص الذي كان يبارز الله بالمعاصي فقال موسى يا رب لم يكن هو نفس العبد الذي كان يصنع المعاصي قال نعم يا موسى الله سبحانه وتعالى قال نعم يا موسى قال يا رب ماذا فعل قال يا موسى إن الغريب إذا مات بعيدا عن أهله إن الغريب إذا مات بعيدا عن أهله بكت عليه أهل السماوات والأرض رحمة به يا موسى أَيَكُونُ الْخَلْقُ أَرْحَمُ مِنِّي يَا مُوسَى أَيَكُونُ الْخَلْقُ أَرْحَمُ مِنِّي يَا مُوسَى قَدْ غَفَرْتُ لَهُ يَا مُوسَى نعم يا أحباب إخواني فالغريب دايما يحتاج إلى من يبتسم في وجهه يحتاج إلى من يأخذ بيده فجزاكم الله عني خيرا وما أنا إلا طويل بعلم أتعلم معكم أتحدث عن الله وعن رسوله فتعلمت فتعلمت منكم الأدب والاحترام تعلمت منكم الجود والكرم أسأل الله أن ألقاكم مرة ثانية إن شاء الله رب العالمين فجزاكم الله عني خير إن شاء الله رب العالمين فإن لم أراكم هنا سوف نراكم إن شاء الله في الجنة إن شاء الله مع رسول الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أحبابي أخواني في الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلوا عليه النبأ إبراهيم إذا قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين هو الذي يميتني ثم يحين هو الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب عدوا لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يباسون ولا تخزني يوم يباسون يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بلون ولا تخزني يوم يباسون يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بلون إلا من أتى الله بقلب سليم أسلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق الحميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين فأخذهم العذاب فأخذهم العذاب إنهم لكاذبون إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فأخذهم 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 وقفه فأخذهم فأخذهم إذا قد يضغط فأخذهم فأخذهم